تعالوا بقى نطمنكم على حالة المصابين في النادي الأهلي دكتور أحمد جابلة طبيب الفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي قال إن بيرستاو لعب الفريق تعافى تماما من الإصابة اللي تعرض لها وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات وقال طبعا رؤية الجهاز الفني هي بقاة مارس كورة لتحكم إذا كان يلعب ولا لأ ده طبعا وأضاف إن بيرستاو كان يعاني من ألم في الكاحل تسبب في ارتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي ودلوقتي بات جاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية ووضع طبيب الفريق إن السنائي إمام عشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهم العلاجي ويخضعان لإجراء إشعاعات إسبوعيا تقريبا والإسبوع الموجل هيخضعوا الإشعاع للإطمانان على حالتهم وأجراء إمام عشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة التركوة ولوح الكتف تقريبا طبعا كانت إصابة صعبة جدا ولكنه الحمد لله بيتعافى منها ويعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وبالمناسبة حسين الشحات برضو بالنسبة لحسين الشحات يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم للحفاظ على ليقتو البدنية طبعا هو مصاب في إصابة بشرخ في عظمة الوجه هذه إصابة طبعا مش في الرجل أو في الإيد لكنها إصابة بتتستدعي الحركة بشكل معين وعايز وبيستدعي راحة شوية فبالتالي لازم يشتغل في الجيم عشان يحفظ على ليقتو البدنية ألف سلامة طبعا على كل اللاعبين احنا كده تطمناكم على كل المصابين في النادي الأهلي